السلام عليكم ورحمة الله معكم احمد عادل والدرس السابع في مادة هندسة الرأي والصف خلنا في الدرس اللي فات الشكل اللي قدامنا اللي هو بيورينا على الايام المختلفة منذ بدء عملية الرأي فاليوم صفر دوت هو اليوم اللي تمت فيه عملية الرأي وبنقارن هنا في الشكل بين تلات طرق الرأي السطحي والرأي بالرش والرأي بالطنقيد وشفنا فيه ان محتوى المياه اللي في التربة المتاح للنبات طبعا بطبيعة الحال بيقل بعد الرأي لان ما فيش رأي اخر فبنقعد يعني بيعود ينقفض 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 لغاية لما يصل لمحتوى رتوبة معين ما ينفعش ينسيب وينزل اكتر من كده وإلا النبات هيبتدي يعني يجد صعوبة في الحصول على المياه وده اثر على المحصول فبنقوم بعملية رأي اخرى ترفع محتوى المياه وبعدين نفس الكلام يعود ينقفض وبعدين يروي رأي اخرى فالشكل اللي قدامنا ورينا تلات حاجات عندنا تلات الوان بيشيروا إلى التزابزب في محتوى المياه في التربة نتيجة انواع الرأي المختلفة الفكرة هنا ان احنا الشكل ده بيورينا ان انا يعني النبات مش لازم طبعا يتروجي كل يوم وان فيه فترة معينة يستطيع النبات ان يتحمل ان ما يتمش عملية الرأي فيها فكانت النقطة دي بداية تفكير في مستوى تاني اللي هو طيب ازاي ندير ونصمم شبكة الرأي عشان نستفيد من المعلومة ديت ونقلل تكلفة انشاء نظام الرأي إلى الحد الأدنى زي ما احنا شايفين انت بيبقى عندك يعني ترعى واحدة او مصدر مائي واحد وانت بتبقى عايز منه تروي مساحة ارض كبيرة فبالاستفادة بالموضوع اللي قلنا عليه كأن احنا عايزين نعمل ايه نروي جزء نروي جزء من الارض نحقق في الفلد كباستي اللي احنا بندور عليها وبعدين نمنع المية عنه ونروي جزء تاني وبعدين نقفل المية عنه ونروي جزء تالت وعلى ما تتخلص العملية دي يكون الارض الاولانية الووتر كونتونت بتاعها نزل للقدر اللي انت محتاج تروي تاني فاتعية تروح راجع تروي الارض الاولى هنشوف ان الموضوع ده لي مزايا كتير وهنشوف ازاي ممكن نعمله الامر دوت عملية ان يتم ري قطعة ارض فترة وبعدين يتوقف ريها والانتقال لري ارض اخرى اسمه الارجيشن روتيشن او المناوبة الزراعية الحكاية بدأت ان كان الاول بيتم ري الارض يعني كل يوم او كل فترة بيتم ري ارض وبيبقت ترعى دورها انها تروي كل الزمام المحيط بها وده كان اسمه فكسد روتيشن يعني هي في اي يوم وفي اي وقت ممكن يتم ري الارض الفلاح بيتابع المحتوى المائي بتاعه او احتياجات النبات لما النبات بيحتاج مية بيروح الفلاح يعني يوصل المية للارض ده الفكسد روتيشن اتعامل بعد كده نظام تاني متطور عنه اسمه الكونتينيوس او اللي هو يعني بالعربي الاري عند الحاجة او عند الطلب فعندنا هنا الاريجيشن نوتيشن احنا كلمنا عنها ده التعريف بتاعها لو تقليل اه المية اللي وصلة المية اللي مشيه في الترعى الى الحد الادنى طبعا الكلام كلمة الترعى هنا مقصود بها الترعى اللي بيتم الرجم انها مباشرة يعني الديستريبيوتر الكنالز لان القنوات اللي هي زي ما بيتمش فيها هذا الامر يعني وده يعني بيقلل المية اللي راحة طبعا الارض الزراعي الاريجيشن نوتيشن اللي هي من اوبات الري الفكرة ان انا عندي يعني بيتم او اطلاق المية السماح بوجود المية في القنوات التوزيعية لعدد ايام معينة بس ده اللي بيقسمها بالانجليزي الوركينج بيريون واضح من يعني من الكلمة اللي هي الايام اللي الترعى شغالة فيها والمية دي بتتقفل في اوقات تانية بتتسمى فترة البطالة او فاذا الترعى بهذا المعنى مش المية فيها مش دائمة لا فيه كنترول او فيه محبس بيسمح بوجود المية في فترة معينة ويقفل المية في فترة اخرى الشكل اللي قدامني هنا على اليمين الشكل اللي قدامني على اليمين ادي الترعى الرئيسية هنا برضو دي ترعى تانية بتوصل الارض المية لعدد من الحق حنلاقي هنا في محبس او يعني ايه في نظام للتحكم عند مدخل كل ارض زراعية او كل جزء من الفرعية دي الهدف منه ان التحكم في وصول المية الارض الزراعية ففي السيستم ان احنا شايفينه الارض زراعية دي والارض الزراعية دي بيتروه في ايام معينة وبعدين تتقفل عنهم المية ويتم رأي الارض التانية دية بعدين بيتم الرجوع للارض الاولية لريها مرة اخرى وهكزا في عملية متكررة عندنا النظام دوت موجود يعني على شكلين شكل اسمه الدول اللي هو تو ترن اللي هو اتنين يعني وهنشوف تفاصيله والشكل التاني اللي هو سري ترن يعني الفرق بين الاتنين واضح من الاسم هل انا بروح ارض الاولى وبعدين الارض التانية وبس ده اللي هو اما في الحالة تروي الارض وبعدين تسيبها تروي الارض تانية وبعدين تسيبها تروي الارض التالتة وبعدين ترجع الارض الاولية تانية ونقدر نقول طب ليه ما فيش اربعة او خمسة او ستة المعنى بوضوح انك لو عملتك كده هيبقى الفترة اللي ما بين ان انت انهيت ري ارض معينة وعلى ما ترجع ترويها تانية هتبقى فترة طويلة ولو رجعنا للشكل اللي احنا بنتكلم بداية منه لو الفترة دية طولت ممكن تعدي الفترة اللي المسموح بيها هنا وتلقى افسك بقيت في الفترة ديت بمعنى انه هيحصل انخفاض في محتوى المية للدرجة اللي ممكن تطل في المحصول فلازم المناورة اللي احنا بنتكلم عنها انك تروي تروي الارض تانية وترجع ما تستغرقش وقت يقلل يسمح ان محتوى المية في التربة ينخفض عن القدر اللي هو اللي تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة اللي هو المية المتاحة بيسر تمام? تعالوا بقى نشوف يعني المزايا والاول تعالوا ناخد بمثال نشوف لو انا عندي الارض اللي على الشمال ديت انا هنا عندي ادي بتاعت المية للترعة بتاعتنا والترعة دي طالع منها دي القناة الرئيسية طالع منها هنا ترعة طرعية بتنصل لغاية هنا مسرب في الاخر يعني ده المسرب اللي في الاخر ودي ترعة التوزيع وبتصب فيه الترعة ديت تمام? اه كل ترعة من دول بتروي ارض زراع حقل معين طيب انا دلوقتي القناة الفرعية اللي هي بتصب في القنوات التوزيع ديت انا عايز اعرف ازاي نعمل توترن روتيشنز فيها توترن روتيشنز معناها ان انا هقسم الارض اللي عندي الى قسمين طيب ما هم توترز يبقى انا هقسم الارض لجزئين جزء منهم حيتروي في وقت والوقت التاني هيبقى ايه? مطفي زي ما قلني ففي الحالة دي زي ما احنا شايفين المجموعة اللي اسمها ايه? ايه ايه ايه? تم ريها في الوقت دوت عشان كده احنا مسلنا شفل الترعة باللون الازرق في الوقت اللي كانت مجموعات الحقول اللي احنا اخترناها يعني نسميناها بيه مفهاش مية عشان كده مسلناها باللون الاصفر اذا في الحالة دي انا اقدر اشوف يعني انه بما انه رغم ان الترعة الفرعية ماشية هنا وفيها مية بدليل انها روت لغاية الترعة للتوزيع الاخيرة هنا اهو الا انه المحابس دوت المحابس دي اللي هي هتبقى عبارة عن يعني بوابات استخدمناها في قفل المية عن هذه الارض الزراعية تعالوا نبص على اليمين عشان نشوف تمثيل الحكاية ديت بالشكل اللي قدامنا المحور الافقي ده الوقت الايام معذرة وعندي هنا اه دي كده الرسمة بتقولك ان دي منوبة روتيت واحدة ودي التانية اهي دي الروتيت التانية يعني دي منوبة اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين هنا الكلمات اهي طيب اه المنوبة الواحدة هتتاسم طبعا لان من عندنا توترن فالمناوبة الواحدة هتتاسم دي اتنين اتنين يعني ايه يعني في المناوبة الواحدة بيتم رأي انهو في الحالة دي في الفترة الاولى هروي مجموعة الارض دي بعد عدد الايام ده ما خلص يعني ايا كان عدد الايام يعني بعد عدد الايام ده ما خلص انا روت في مجموعة الارض به هروح بعديها العدد ايام اخر هروي فيه مجموعة ايه فأنا دلوقتي لو بوست عش ماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كان عندي هنا كان عندي هنا أرض دي بتتروي الجزء ده بيتروي مية وده مقفول فبعد عدد الأيام المعين ده هنعكس إن ده اللي هيتروي مية والجزء التاني اللي هيتقفل مجموع الأيام دي زائد الأيام دي تعتبر هي منوبة واحدة تمام؟ فأنا في المناوبة الواحدة رويت كل الأرض هنا بقى الفكرة المناوبة هي يعني الأيام اللي أنا هستخدمها عشان أروي كل الأرض بأجزاءها المختلفة طيب لو عكسنا يعني لو شفنا مثال تاني اللي هو نفس الأرض بس هنا تم تخص خرارنا هتقسم إلى فحنقسمها زي ما احنا شايفين كده المستطيلات اللي قدامنا دي ففي المناوبة الواحدة اللي احنا قلنا عليها المناوبة هي الفترة اللازمة لروي كل الأرض اللي عندنا كويس؟ علشان هنروي كل الأرض دي أنا هنا هتقسمك لتلاتة فعدد الأيام هنا ايام كان هو كامل عدد هيتقسم لتلات أجزاء تلات مناوبات كويس؟ أو آسف هي مناوبة الواحدة هتقسم لتلات مجموعات المجموعة الأولى هنروي فيها الأراضي دي اللي هي الوضع اللي احنا شايفينه قدامنا ان احنا هنا بنروي بنروي الجزء ده من الأرض اللي هو تلت الأرض مسلا في المجموعة التانية اللي هو جوه نفس المناوبة بننتقل هنا ان احنا هنروي مجموعة الأرض التانية وهنقفل بقية اللي ايه؟ هنقفل بقية الترع فأنا كده بروي تلت الأرض بس في المجموعة التالتة بقفل المي عن المجموعة اللي فاتت وبروي تلت الأرض بس اللي قدام فلو بصنا هنا لو حبينا يعني ايه؟ نبص تانية على حاجة هنلاقي ان انا عندي الجزء اللي بالزرق ده اتفقنا ان دي الأيام اللي ترع شغالة فيها وباسمها فترة العمالة طول مدة راية العمالة دي هنعتبر ان هي تهيوم عدد ته من الأيام في الحالة دي بيبقى انا عندي البطالة لنفس الجزء قبارة عن ايه؟ قبارة عن ضعف فترة العمالة هي هيبقى اتنين ته فأنا عندي في الحالة دي البطالة هتبقى اتنين ته اتنين لان احنا مقسمناها تلاتة يبقى طول المناوبة الواحدة بيساوي تلاتة ته طبعا ده شيء يعني الواضح وطبيعي طيب ايه بقى اهمية نظام الراي بالمناوبات؟ الحقيقة هنلاقي لي عدد من المزايا هو زي اي شيء في الدنيا فيه مزايا وفيه عيوب تعالوا ناخد فكرة عن المزايا بتاعته هو لوقتي انت لما بتقلل الجزء من الترعة اللي المية ماشية فيه وبتقلل عدد الترعة لان انت عندك حتى الترعة اللي بيروي منها الفلاح انت بتقفلها عدد من الايام ده يقلل السطح المعرض للمية السطح المعرض للهوى من المية فانت بعد ما كان عندك مساحة ممتدة بطول كل الترعة من المية المعرضة للهوى بقى لقى المية عندك يعني فيه ترعة عددها اقل ده على طول يؤدي الى ان انت هتقلل فواقد هتقلل الافابوريشن وتقلل السيبيج الافابوريشن من المية للهوى والسيبيج من المية عبر يعني القاع بتاع الترعة وجوانبها لان الترعة طالما مفروض دي فبالتالي مش هيحصل سيبيجي الحاجة كمان ان الترعة انت بتقلل فيها ده بيسمح بتقليل الكروس سيكشن ليه؟ لان الترعة الفرعية بقت بتوزع على عدد اقل من الترعة التوزيع انا هنا مثلا عندي الترعة ديت الترعة دي اللي هي الترعة الفرعية دي لو ما كان شفيه نظام نوبات كان يبقى مطلوب من الكروس سيكشن بتاعها ان يغزي كل الترعة التوزيع اللي طلعها منها انما في الوضع بتاع الروتيشن هو مطلوب من الكروس سيكشن ده ان يغزي فقط عدد اقل واللي يكون في الحالة دي التلت من ترعة التوزيع وبالتالي نقدر بسهولة نقول ان احنا هنقلل الكروس سيكشن بتاع عمل الترعة الفرعية وبالتالي هنقلل تكلفة الانشاء وتكويق الاراضي اللي حتستقطع لانشاء هذه الترعة الفائدة الاخرى كمان ان هو بيدي لك فرصة طبعا بما ان الترعة بقت نشفة في عدد من الايام ده بيسمح بعمل صيانة اي ترعة بتحتاج لعمل صيانة يعني تزبيط الجوانب بتاعتها ازالة الحشائش وازالة المخلفات ده طبعا بيبقى يعني صعب جدا جدا والترعة فيها مية لكن لما بيتم التكفيف بتبقى فرصة جيدة جدا لعمل الصيانة ايضا كون ان الفلو بتوقف ده بيحسن جدا بيقلل من النحر والترسيب اللي هي من الظواهر السلبية في الحالة بتاعت ترعة الراي لانها بتغير شكل القطاع وبتقدي الى انسدادات وحاجات يعني غير مرغوب فيها حاجة كمان انه بيسمح بتنظيم العمل يعني احنا لما بيكون عندك جزء من النهاردة بتروي انما بيمكن يتم عمل اعمال اخرى تتعلق بالمحصول في بقية الاراضي وبعدين بالتبادل فده بيسمح بتنظيم عمل سواء المزارعين او الجهات المسؤولة عن الراي وبيحسن الشغل وبيعلي الاداء كمان بيقلل الحاجة الى انظمة الصرف العيوب بتاعت النظام دوت ان عملية يعني كون ان الارض بتجيلها المية كل عدد من الايام فاكريني الشكل اللي اعتبادنا عليه الحقيقة الشكل ده طبعا مرتبط باحتياجات النبات بشكل او باخر فاحنا لو الارض متنوع ممكن جدا مش كل المحاصيل تستحمل هذي المناوبات فده بيبقى فيها الزام بشكل غير مباشر بزراعة انواع معينة من المحاصيل طيب انا اعرف ازاي الارض بتاعتي اختار لها تو تيرن ولا سري تيرن روتيشن نبص الاول انت في تو تيرن روتيشن بيبقى فترة المناوبة بتاعتك عبارة عن فترة عمالة زائد فترة بطالة بتعد دي بالايام ودي بالايام بتعرف تو تيرن روتيشن بريود اما بالسري تيرن روتيشن انت بتبقى عندك واحدة بس قول واثنين قف تجمع الايام تعرف طول المناوبة ككل طيب ازا انا عندي السري تيرن روتيشن مدتها اطول فبالتالي لازم تكون التربة اللي حيتم فيها السري تيرن روتيشن عندها قدرة اعلى على الاحتفاظ بالمية عن التو تيرن روتيشن انت في التو تيرن انت بتلحق المية تجيبها على طول ما بتاخرهاش على الارض فده مناسب للتربة اللي هي بتعمل انفلتريشن عالي زي التربة الرملية ومناسب للمحاصيل اللي ما تقدرش تزبر على انقطاع المية مدة طويلة زي محاصيل الرز اما سري تيرن روتيشن على الجانب الاخر فهي مناسبة للمحاصيل اللي تستحمل شوية زي القطن والدرب عملية تغيير الديستشارج اللي ماشي في يعني هنا بقى احنا مش بنتكلم على الايام لو حبينا نتكلم حتى على مقدار الديستشارج فانت ممكن يعني الايام تبقى واحدة بس الديستشارج اللي انت ندخله مختلف فالاشكال اللي قدامنا دي هي تغيرات في يعني الديستشارج يعني هل هو هيبقى يونيفورم ولا متغير زي ما احنا شايفين احنا بشكل عام بنعتمد على ان يبقى كل الديستشارج سابت زي ما احنا شايفين كده بنختار هنا يعني هذا هو الابشن الشائعة عندنا طيب لو عايزين يعني كاخر موضوع هنتكلم فيه في الفيديو دوت اللي هو عملية التحكم في الديستشارج دي بتتم ازاي الحقيقة ده بيتم عن طريق عدد من المنشآت الهايدروليكية المختلفة فقدامنا هنا مثاله عندنا هنا قناة رئيسية وقناة قناة رئيسية دي اللي بيتغزل الارض كلها وعندك هنا قناة فرعية القناة الفرعية ديت هي اللي احنا بنتكلم عنها انها يعني بتتحكم في المية اللي دخلها على الديستريبيوتري كنانسا هنلاحظ ان احنا عندنا في كل نهاية ديستريبيوتري حاجة هنا اسمها تيل اسكيب وحنلاحظ ان احنا هنا عندنا حاجة في وسط البرانش كنال اسمها انترميديت ريجوليتور وعندنا هنا منشأ على بداية كل ترعي التوزيع اسمه هيد ريجوليتور اتش ار هنا في الحالة دي الهيد ريجوليتور لو بصينا هيبقى احنا 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 عندنا تلات حاجات بنتكلم فيهم عندنا هيد ريجوليتور عندنا انترميديت ريجوليتور عندنا في النهاية هنا تيل اسكيب ايه التلات منشآت المختلفين دول الحقيقة الريجوليتور هي نوع زي الاناطر عبارة عن بوابات بيتم التحكم في فتحها وقفلها وبالتالي التحكم في ديستشارج بقداره واذا كان اصلا في ديستشارج ولا يتقفل واضح من الاسم الهيد هي هيد ريجوليتور ده اللي قلنا عليه ريجوليتور هي البوابات اللي بيتم بيها تعمل ريجوليشن او تنظيم للديستشارج هيد معناها انها في في الاول كلمة هيد يعني في البداية فالهيد ريجوليتور دي هي البوابات اللي بتكون موجودة في بدايات القنوات المائية المختلفة دي فخلينا نقدر نستنبط ايه هي اللي هي زي اناطر او بوابة موجودة في منتصف ايه قنات القناة الفراعية اما التاليسكيب فده اللي ممكن يكون يعني احنا متخيلين شكل البوابات وواضحة لو حابين بس ناخد بالنا ايه هو التاليسكيب اللي هو التاليسكيب ببساطة هو منشأ بنستخدمه علشان الميا بعد ما بيكون وصلت تأخر الترعة بيبقى ما فيش امكانية طبعا احنا نستخدمها في الزراعة تاني خلاص هي وصلت لأوطى نقطة بينما الارض كلها اعلى منها في المنسوب فالمفروض ان عملية الريح تمت بان خلاص كل الارض الزراعية على جانبي الترعة التوزيع حصلت على الماء اللي هي عايزها كمية الماء اللي وصلت في الاخر دي احنا عايزين نتخلص منها نتخلص منها يعني ايه يعني نهديها المصرف ده بيتم عن طريق حنشوف دلوقتي في اللي سلايب بس الصور اللي قدامنا احنا هنا عندنا ادي كده هوت ده كده بتاع الترعة تمام ادي التبطين بتاع الجوانب هوت وادي القاعب بتاع الترعة هي دلوقتي اللي اشفى لان هو بيتم انشاء السور دي كلها انا جيبها من فيديو على اليوتيوب في قناة اسمها احمد عوض الله اشكره يعني على الفيديو الجميل والصور الحلوة اللي فيه في الترعة هنا المفروض هي دلوقتي نشفى لكن المية بشكل عام ماشية في الاتجاه دوت. ماشية من اليمين كده للشبال داخلة. المفروض ان انا عندي المية بيبقى منسوبها كده عالي المية بيبقى منسوبها هنا عالي كده في العالي وبشية دخلة على المنشأ دوت. المنشأ ده موجود في اخر واوطى نقطة في الترعة. لما المية بتوصل لفوق هذا الليفل بتروح داخلة في يعني البير دوت بتخش فيه. البير ده ده دهره من الناحية التانية حنلاقي المسورة اللي عندنا على اليمين دي. المسورة اللي عندنا على اليمين دي. آآ بدايتها هي داخل هذا البير. يعني المية لما بتخش جوه البير ده بتروح بتلاقي مصورة داخلة. المصور يعني اللي احنا شايفينه ده موجود على الناحية التانية من السد الترابي ده. السد الترابي ده آآ ناحية اللي وراء منه هي هذا المنشأ الخرصاني اللي بيسمح كأنه كده تحس انه كأنه مثلا بلاعة. المية العالية اللي ما بتعلى بتخش جوه هذه البلاعة. آآ فيه هنا سد جسر الترابي. جسر الترابي ده لقفل الترعة نهاية الترعة. وتحتيه في مصورة ماشية كده بالداخل بتجيب المية من البير ده. وتروح طالعة من هنا. المصورة دي بتصب مية فين? ده بداية مصرف. او ده جزء من مصرف. تمام? فمن المصرف تبتني هنا توصل وبعدين تتحرك بقى في اتجاهها الطبيعي مع اتجاه من الارض في المصرف الى مصرف درجة اعلى منه وهكذا. لما ده بيبقى شغال او كده يعني هنا لسه في الارحة الانشاء وهنا شغال. الصورة دي برضو اللي تحت اليمين. الترعة بعد اما اشتغلت مية. فقادي هنا المية اللي وصلت لاخر الترعة. والجزء الخرصان اللي احنا شايفينه ده هو ده. بس دلوقتي هو اكتف فالحتة اللي احنا شايفينها اللي بينا هي الجزء المرتفع ده. فكده المية وصلت يعني لو حد يركز في البصر كده هنا هيلاقي ان المية فعلا بتنزل من الجزء ده هنا. بتنزل وبعدين تطلع زي ما احنا شايفين في الصورة اللي في ايه? اه ده نهاية الفيديو الاولاني. وشكرا على المشاهدة.